بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع الضيابيتس مليتس ايه هو الضيابيتس مليتس ده الموضوع البول السكري او مرض البول السكري ان شاء الله معاكم دكتورة نوح عباس استاذ مساعد الفرماكولوجي دي الاي اللقوس نحن هنقسم انواع الانسولين وهنتكلم عن الفرماكو كينيتيكس والفرماكو ديناميكس وعرفنا من قبل كده ان فرماكو ديناميكس يعني والاكشن اللي بيعملها طيب ايه هو الضيابيتس مليتس الضيابيتس كل قلمة في التعريف بتاعه لها معنى كورونيك ميتابوليك ديسولتر كورونيك بمعنى انه ما بيروحش خلي بالك اللي بيجيله السكر ويخف منه ده بيبقى في مرحلة البريضيابيتس او يبقى في حاجة اسمها او الزاكين دريضيابيتس زي ما بنقولها كده زي ما هنعرفه قصدي بعد كده ان شاء الله لكن وانث العيان بقى عيان مريض السكر فدا كورونيك ديسورتر ما بيروحش ميتابوليك ديسورتر لانه بيضرب الميتابوليزم في الجسم سواء كانت جولوكوز او كارب يعني او ليبد او بروتين ميتابوليزم الكاراكتريستيك فيتشير بتاعته هو زيادة في سكر الدم لما واحد يقولك انا حاسس ان جاني السكر بتقوله ايه حل السكر في الدم ارتفاع مستوى السكر في الدم عن الطبيعي هو مرض الدايبيتس بس في مرحلة اسمها بريدايبيتس هو ارتفاعه بس مش ارتفاعه للدرجة معينة طبعا خدتوا كلام ده كله في البيت اصوشيتد وز absent or inadequate pancreatic insulin secretion يعني ايه؟ absent يعني ما عنديش انسولين خالص secretion or inadequate يعني قل طب قل كام؟ خمسة في المية؟ عشرة في المية؟ خمستاشر في المية؟ قل لك لا اقول على العيان انه بقى ديابيتس لو قل الانسولين عن خمسين في المية طيب with or without concurrent impairment of insulin action يعني ايه؟ قد يكون الانسولين قليل بس ما عنديش في المشكلة في الاكشن بتاعه اشغال فده ضيابيتس برضو طبعا ما قال عن خمسين في المية خالص انا بقلت في الضيابيتس طيب with impairment of insulin action ده كمان في insulin insensivity يعني حتى الانسولين الشوية اللي موجود الخلايا مش حسة بيهم وهنشوف ده معناه ايه؟ طيب ايه هي انواع ضيابيتس؟ العيان لما بيجي لك وانت قصت سكر الدم لقيته عالي ممكن يكون ايه؟ ده ضيابيتس خلاص بقى؟ ده بارد السكر انهي نوع من انواع السكر انا عندي خدتوا الكلام ده في الفيسيولوجي وهنقول كده على السريع اللي انا هحتاجه منه ان شاء الله في الفعام اول حاجة خالص انا عندي هو الاسم يسموه زمان دي التسمية القديمة ما عطيش بتستخدم خالص وطيب تو التسمية القديمة كانت على اساس اني طيب وان ده معتمد على الانسولين الطيب وان ده في البيتسل ما عنديش انسولين خالص والانسولين ده بمعنى لو انا ما اديتوش العيان يموت فبالتالي عشان كده كانوا زمان بيسموه انسولين دي بندنت دي بيتس اما طيب تو اللي هو هذا العيان بيتعالج بيه طب ليه غيرنا المسمى ده لاني طيب تو انا ممكن اعالجه بالانسولين وانس ان البنكرياس فشل تماما في افواز الانسولين او تحت ظروف معينة هنشوفها بعد كده انا ممكن اضيف انسولين فاصبح المسمى دلوقتي طيب وان الشخص اللي ما عندهوش انسولين خالص بتشخص ان انا بقيس الانسولين في السيرم وبقيس حاجات تانية بعرف العيان ده طيب وان ولا طيب تو عشان العلاج عندي هيختلف زمان كانوا بيعتمدوا على الكريتيريا ان كل ما كان السن صغير لو حصل دايبيتس في سن صغير ده هيبقى طيب وان لو حصل في سن كبير بقى طيب تو على فكرة الحاجات دي ما عادش بنعتمد عليها احنا دلوقتي بنشوف اطفال للأسف عندهم طيب تو لكن اهم حاجة هو التحليل اللي هيقول لي ولازم تبقى فاهم ان طيب تو ده طيب وان ده ما عندوش انسولين خالص وبالتالي العلاج الوحيد بدعونا انا هحط الانسولين وطيب تو ده عندو شوية انسولين بس قلة عن 50% وبالتالي بجرب معاها ادوية تانية لكن ممكن استخدم في الانسولين لكن في الغالب بجد اللي بنشوفه لسه اني طيب تو ده في الغالب اوبيز دايما في الغالب اوبيز وحنقول ان ده بيحصل ازاي دي صورة توضيحية بتوضح لي افراز الانسولين في الانواع المختلفة ده نورمال بيرسون ادي الانسولين اللي عندو اهو بيتفرز من البنكرياس وبياخد الجلوكوز وبيدخل بيه جوه الخلايا عشان الجسم يستخدمه ويقلل وجود الجلوكوز في الدم طيب تعالى نشوف طيب 1 مفيش انسولين اصلا خارج من البنكرياس وهون عشان كده طيب 1 والجلوكوز كتير جدا ومش عارف يخش جوه الخلايا وانا عندي هايبرجليسميا جوه الدم لكن ما عنديش انسولين يدخله جوه الخلايا طيب تعالى نبصوا على طيب 2 ادي البنكرياس بصوا بيفرز انسولين اقل من العادي اهو نشوف اقل الستكريشن وانا بنقول اللي عن 50% وبالتالي الجلوكوز عالي جدا فيه شوية انسولين بيخشه الخلايا ولكن الجلوكوز النترزالت العالي ده بقى في حاجة اسمها ممكن نوع كمان الاقي فيه السينستيفيتي قليلة يعني ايه؟ يعني ممكن الاقي الانسولين ده مسك في الجلوكوز ومش عارف يخش به الخلية ومش عايب الطبيعة هو انه بيمسك فيه ودخله جوه الخلية لا ده ممكن مسك فيه بس مش عارف يخش جوه الخلية اللي هو بنقول طيب انا عندي طيب وان وطيب طيب ودول النسط كمان فيه حاجة بقى اسمها طيب سري انسولين ده بقى اللي ممكن يروح يعني ايه طيب سري؟ يعني المشكلة ممكن تكون مش فيه الانسولين نفسه ذي مثلا بانكريا طايتس واحد عنده التهاب في البانكرياس لو تعالج على فكرة ان التهاب في البانكرياس ده من حاجاته خطيرة جدا اللي بيتموت لكن لو تعالج خلاص يخفه ويروح ومعنديش مشكلة خالص سرجيكا ريموفال اوف بنكرياس لا طبعا ده هيعمل لي طيب وان انا شركة البانكرياس فده طيب وان ولازم ياخد انسولين تولي العمر لكن فيه حاجات بقى بتدرك سربي سربي واحد لسبب من الأسباب ياخد اميونو سابريسيف اميونو سابريسيف اللي هي المضادات للمناعة لو فيه عنده انتيبودز بتهاجن جزء معين في الجسم وانا اضطر تديره اميونو سابريشن كجزء من الانهيبشن اللي بتعمله على الخلايا الاميونو سابريسيف دي بتصبب مع الاميونوتي مع سابريشن الاميونوتي بتصببز بعض الخلايا. منها السيكريشن اوف انسولين وانس ان العيان وقف الاميونو سابريسيف سربي ممكن العيان يرجع طبيعي تاني. عشان كده ده ريفيرسابول. لكن كورونيك امتى لما يبقى طايب وان وطايب تو. ده خلاص بقى طايبيكس بعض الانهيبتور للانسولين ريليز الحاجات اللي بتأسطر على الـ زي الالفا تو اجونست لو تفتكر الالفا تو اجونست كده لما كنا بنقولها في اس وان او في المدول الاولاني خالص في اه 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 الجانرال فارماكولوجي والاوتنومك فارماكولوجي. الالفا تو دي واي حاجة بتاعها بيقلل وكانت من ضمن الحاجات بتاعها مش الانهيباشن. اوكي? طيب ايه هي اهمية الحاجات اللي انهيبت الانسولين او اه اه بتأثر على الانسولين. عشان تخلي بالك لو العيان جه عندك مريض سكر وانت تدي له حاجة زي كده. اولا بتر ان افويد. حاول ما تستخدمهاش. سواء كانت هذه الادوية او الكون ترجلاتوري هرمونز. يعني ايه كون ترجلاتوري هرمونز حطوها في الفيسيروجي? الهرمونز التي تؤدي الى الهايبرجليسيميا. ممفروض الانسولين ده بيؤدي الهايبو جليسيميا. الكون ترجلاتوري هي الهرمونز التي تؤدي الهايبرجليسيميا. زي الجوليكاجون وزي الكورتيزون وزي السيرويد والكاتيكولامين والكروس هرمون والاورا كونترزيبت. كل تقريبا بقيت الهرمونز بتضاد السيرويد آآ الانسولين. طيب لو العيان ده طب انا يعني عارفت الحاجات دي دي او بعرف الحاجات دي دي. يعني عيان السكر في الغالب ما تديروش كورتيزون. طب لو الكورتيزون العيان ده عنده سيفير او زي ما حصلت في ايام الكورونا. زي الكورونا كان بيعلي السكر جدا. لما الكاركترستيك موركرز او الكاركترستيك في في ان بيجيله الكورونا هو ضيابتك تقريب السكر. كان متضبط وفاجأة لخبط بارقام عالية جدا. فا آآ ونازل في الروتين سيرابي بتاع الكوفيد ناينتين الكورتيجوستيرويد سيرابي. فبالتالي لازم استخدمها ده في هذه الحالة. فممكن اعلي معها جرعة الانسولين. يبقى انت دلوقتي العيان جاي لك عايز تحط مسلا الصيزاية ضيوريتك عشان هيبر تنشل يبقى تكير حاجة من الاتنين. يا بترتو افويد وتستخدم حاجة تانية. ما عنديش حل اللي انا استخدمها يبقى خلي بالك. ان دول بيقللوا الليفل بتاع الانسولين. يبقى انا ممكن ازود الجرعة بتاعة الانسولين. طيب. قلنا السكندري ده ممكن لو وقفت الادوية له هو سبب زائل. وقفت الحاجة المسببة لنقص الانسولين هيتحسن ويبقى كويس. طيب. عشان كده عملنا نوع لوحده وما حطناهوش مع طيب وانو طيب طولهوما كرونيك. قموان ايه الجستشنال ديابيتس او طيب فور. باين من اسمه الجستشنال يعني الحمل. ده. يعني امتى اقول على الوحدة مش الواحد طبعا. امتى اقول على الوحدة ان هي جستشنال ديابيتس. لو ست جتلي الجلوكوس بتاعها عالي في اثناء الحمل. طيب ما هو ممكن تكون كان عالي قبل الحمل وهي ضيابيتك ومش واخدة بالها. وممكن تكون هتكمل كده. انا مريش دعوة. اثناء الحمل ديجستشنال. لان احتمالاته بتبقى مختلفة عن العادي. خمسة العشرة في المية بيكملو. يعني بعد ما تنزل البيبي او تولد يبقى بتكمل ضيابيتك. وفي نسبة تانية من خمسة العشرة في المية تانين او نسبة تانية بتقلب في خلال عشر سنين لضيابيتك. طيب. انا استفدت من كده ايه? فلو قبق. العيانة اللي جالها سكر في الحمل. لو كمل هعالجها كأنها ضيابيتك على طول. خلاص. طيب. لو راح بعد الحمل اعرف ان الست دي في مرحلة من مراحل حياتها هتقلب ضيابيتس. فافضل فلو قبل الست دي. يعني الست لو جات لك وهي حامل وطلع عندها الجلوكوز عالي او طلعت مريضة سكر. انا بطمنها. بقول لها احنا ممكن نبقى حاجة اتنين. يا اما هيروح تماما بعد الحمل بس هنفضل نتابع. لانه ممكن في مرحلة الماء يرد علينا وده والد جدا. فلما حصل في الحمل يبقى الست دي برون اصلا. او ان انا اقول لها او ان هو احتمال تاني انه يكمل معانا وهو احتمال قليل خمسة عشر في الماء بس اللي بيكملو. وده في الحالة دي هنعالج كأنه طيب تو ديابيتس. طيب وده سببها ايه? دي مهم مع دي انسكيو اني الكميل البلاسنتة اللي هي المشيمة بتاعت الفيميل الطفل دي المشيمة بتاعت الطفل بتفرز هرمونز كو انتر اكت الانسلين. بتضض الانسلين. بزات في اللاست ترايمستر. يعني في الغالب ده بيحصل في النص التاني من الحمل. يعني ممكن في النص الاولاني ما اكتشفش ده. لكن يظهر في النص التاني من الحمل لما البلاسنتة تبتدي تتكونه وتبقى افيدنت. لان البلاسنتة تبتدي تتبل langue Great Times with Cons, شهور التانيين. طيب. وتفر ادي الانواع بتاعت الانسولين اللي همني فيها طبعا طيب ون وطيب طيب. طيب. ايش معنى الانسولين انا حدرسه قنسته بقولك طيب ون دا هيتعالج بالانسولين. طيب ون دا كومبيلد في شرسي في الانسولين والانسولين is a life-saving هرمون. وبالتالي لازم حدي العين دا انسولين. طيب. خلينا نقول الانسولين دا عبارة عن ايه اصلا. الانسولين دا بيتصنع من البيتا سيل في البانكوريس. الانسولين بيتصنع من البيتاسيل في البانكرياس. انت عارفين ان البانكرياس اللي ما هتخده فيه الهستولوجي والفيسيولوجي انه بيكون من كذا سيل الفا سيل وبيتاسيل وكل واحد فيهم وفيه دلتاسيل وكل واحد فيهم بيفرس حاجات مهمة. ايه اللي يعنيني هنا بقى البيتاسيل اللي هبتطلع الانسولين. بتطلعه كبرو انسولين. والبرو انسولين ده عبارة عن انسولين وسيبيبتايت. هنشوفه في الرسمة حالة. اهو خلينا نتكلم عن الرسمة على طول. ادي جزيء اللي بيطلع من البيتاسيل curtبانكريز هو عبارة عن الانسولين الي هو باللون الروس ده مماسك فيه ده سيبيبتايد هذا الجزيق بسميه ברوانسولين اللي هو انسولين و السيببتايد مع بعض ده بسميهبروانسولين لما بيطلع في السيركوليشن السيبيبتايد ده بيفك وبيفضل عندي بس الجزيق بتاع الانسولين اللي هو عبارة عن ايه بقى الفا شين و B3 ده جزيق الانسولين اللي بتفرس المتجسف اللي بتصنعلي حاجة تانية مهمة بتصنع لي حاجة اسمها الامايلين ده. بيطلع برضو من البيتا سيل مع الستيوريشن للريليزو في انسولين بيطلع الامايلين. بيعمل ايه الامايلين ده؟ بيعمل ديلي للجستريك امتي ومديوليط الانسولين عند جولوكاجون ريليزو. من الاخر كده. طيب احنا قلنا الامايلين هيطلع معه الانسولين عشان يساعد الانسولين في الاكشن بتاعه. حيموديوليط الانسولين عند جولوكاجون ريليز. هيزود الانسولين ويقلل الجولوكاجون يعني طارجتد طورد هايبو جولايسيم ان انا اقلل الجولوكاجون ولا تلع. ويدليل جستريك امتي. يعني ايه دليل جستريك امتي؟ المفروض اني تفريغة بتاع الاسطمك في الانتستن اللي يخش الانتستن انا هانتصه. لو اتفرغ بسرعة الجولوكوز حينتصه بسرعة. هيطلع في الدم بسرعة. لكن لما عمله دلي يبقى حينزل ببطء. هيخش السيركوليشان كميات قليلة. يبقى حيقدر الانسولين القليل اللي في الجسم يتعامل معها. وعشان كده عملوا دواء اميلين انالوك اسمه براملين تيد او براملين طاعد. ده عملوه يستخدم في الديابيتس. هنفتكر ان شاء الله في اخر محاضرة. محاضرات الديابيتس هزاد دواء. طيب بيستخدم ليه? عشان دليل جسترك امتي. وانهبت الجلوكاجون ريليز. وبالتالي هيقلل البوست برانديا الهايبر جليسيميا. الكلمة دي مهمة جدا. اللي نبقى له. زي ما احنا هنقول حالا البترن بتاع الانسولين في الجسم الانسان الطبيعي. انه بيزيد بعد الاكل. العيان اللي عنده ديابيتس هياكل الانسولين هيزيد. هيزيد قصاده. بس مش هيبقى عالي قوي. يساوي كمية الجلوكوز اللي كالها. فبالتالي هيحصل عندي هايبر جليسيميا. ودي مشكلة. طيب انا عايز اقلل الهايبر جليسيميا دي. ممكن اقلل له الاكل عشان اقلل الجلوكوز اللي داخل. او ازود له الانسولين زي ما هناخد الانسولين. او ممكن ان انا ادخله الاكل بس بالراحة. دليل جسترك امتي اهي. عن طريق اه احد الميكانيزمات بتاعت الايه الاوميلين. ان انا اقلل الهايبر جليسيميا اللي ممكن تحصل. وبالتالي اخلي الانسولين اللي عند العيان ده يكفي. طيب. بيتاخد ازاي? بالصب كوتينيس انجيكشن. عشان ما نتلخبطش. لاني بصر على الموضوع ده شوية ازاي? لاني ادوية الضيابيتس فيها جروب بتتاخد اورل وفيها جروب بتتاخد انجيكشن. فخلينا طول ما احنا ماشيين نقول بيه اتاخد ازاي? لاني في ناس متصورة ان الحاجة الوحيدة اللي بتتاخد فيه مرض السكر بالانجيكشن هي الانسولين. لأ ده انا عندي حاجات تانية كتير ممكن تتاخد بيه الانجيكشن غير الانسولين. زي ما احنا شايفينا اهو ده يتاخد صب كوتينيس انجيكشن. طب اهم ادفيرس افكت بتاعه ايه? هايبو جليسيميا. عايزة اقول لك طول ما انت ماشي اي دوة اي دوة هيزود افراز الانسولين من البانكرياس هيعمل لي هايبو جليسيميا. ما عادة ادوية معينة وهقول ما بتزودش ليه رغم انها بتزود طلوع الانسولين من بانكرياس. فمشكلته طالما بيزود الانسولين من بانكرياس ويقلل الجلوكاجون. مشكلة هذا الدوة ان هو هيعمل لي هايبو جليسيميا. هيعمل لي هايبو جليسيميا. طيب انوريكسيا ليه? دايما اي دوة بيفرغ الاكل ببطء من الاستومك. ما هو مش دليل جاستريك امتي? يبقى هيحسسني ان الاستومك لسه مليانة. يبقى هيقلل خدان الاكل. هيقلل ان انا اجوع. لان الاكل لسه موجود في الاستومك. ده يعمل لي الانوريكسيا وممكن يعمل لي نوزيا انتفوماتينج. معظم الادوية اللي بتلعب على الجي اي تي. طبعا بتديني كالفيروس الفيكترية هو النوزيا والفوماتينج. طيب. دي حتة مهمة برضو. طب احنا قلنا الانسولين ريليز. احنا عارفنا ان الانسولين بيطلع من البيتس بيطلع معاه السيببطايد. ده بيتفك بعد ما يطلع بروق انسولين وبعد كده السيببطايد. واعرفنا انه بيطلع معاه كمان الاميلين. طيب. ده مهم قوي. عشان اقولك انا هعالج مرض السكر زي. بالذات انه على الاولاني. الباترن بتاع الانسولين ريليز من الجسم هو عبارة عن بيزل ريت لو بيزل ريت طول النهار. كلت ما كلتش نمت ما نمتش خارقت ما خارقتش. فيه لفل ثابت من الانسولين في الدم. ليه? لان فيه لفل ثابت من الجلوكوس في الدم. في حد فينا يقدر يعيش لحظة. مفيش جلوكوس في الدم. ده حتى لو انت عملت اكثر صايز وحرقت الجلوكوس اللي في الدم الليفر بيبخ. الجلوكوس. المين المين المين. سورس لغزاء البرين الجلوكوس. ما عنديش لحظة في السيركوليشن مفيش جلوكوس. وبالتالي عندي في بيزل ريت بيطلع من الانسولين طول اليوم. شغال 14 ساعة طول العمر. طب ما هو ليه طيب طول العمر ده اللي ما عنديش لحظة مفيش جلوكوس في السيركوليشن. طب هو متزبط ازاي ربنا خلق فيه بلنس بقى خلاص. الكمية دي من الجلوكوس من الانسولين هتحرق الكمية دي من الجلوكوس وهيفرض لي شوية اللي معايشها الجسم. بس. يبقى البيزل ريت ده اللي هيطلع عشان يحرق الزيادات ويسيب لي الحبة اللي انا عايز اعيش بيهم. ده الباترن الاولاني اللي هو لو بيزل ريت. طب وهاير استيميوريت بيكس ديورين جميلة. يعني بعد ما تاكل طبعا هيزيده بجلوكوس في الده. مهنة ريزلت بيكس ده عمارة عن ايه? يا اما كربوهاديرت انت واكلها تحولت لجلوكوس. يا اما فات وامين واسد انت واكلهم جزء منهم بيتحول لجلوكوس. اي اكل انت كلته فيه جلوكوس داخل. فبالتالي عندي بعد اي اكل. كلت مرتين في اليوم هيطلع الانسولين بيك مرتين في اليوم. كلت تزع مرات في اليوم هيطلع انسولين بيك تزع مرات في اليوم. وده يفسر لي ليه العيان الابيز. اللي بياكل كتير معرض لحدوث مرض السكر. بيستهلك البنكرياز بتاعه. كل ما زودت في عدد مرات الاكل. بالذات لو كميات كبيرة. طب مثلا اقول لك ايه طب ما انا بعمل ضايت بسمول فريك وانتميل. بياخد ست سبع واجبات في اليوم. صح? بس ست سبع واجبات معينة. كميتها قليلة. ما اطلعش قصاتها انسولين كتير. لكن المشكلة في اللي بياخد. لو خد واجبتين في اليوم وكمية كبيرة جدا. هيطلع انسولين كتير. لو خد ست سبع واجبات في اليوم وكميات برضو كبيرة. هيطلع انسولين كتير. يبقى هو بيستهلك الانسولين بتاع البنكرياز بتاعه. طيب ما علينا? يبقى نعرف طلوقتي اللي يهمني ان انا عندي لوبيزان ريت وعرفنا ليه? طيب. هاي بلاد جلوكوز افتر ميل اه ازاي بقى الجلوكوز بيطلع الانسولين. علاقة الجلوكوز بالانسولين علاقة صداقة جميلة جدا. كل واحد فيهم بيخدم التاني ويخدم عليه. بمعنى. عشان يطلع الانسولين من البيتاسين. اهو. لو تخيلنا ان دي بيتاسين. يجي الجلوكوز اللي في الدم. يشتغل على حاجة اسمها جلوكوز خطوها في البيو. جلوكوز ابتيك ترانسبورتر 2 جلوكوز ابتيك ترانسبورتر من اسمه بشيل الجلوكوز. وهو رقم 2. ده موجود على البيتاسيل وفي بنكرياس ده مهم جدا. هياخد الجلوكوز من الدم ويدخلوا جوه البيتاسيل. البيتاسيل هتعملوا ايه? هتحرقوا. هتحرقوا في الميتوكوندريا. اهو. واتطلع طاقة. الجلوكوز ما بيتحرق في الميتوكوندريا بيطلع طاقة. بيطلع اي تي بي. خرص عادي جدا. جلوكوز من الدم عن طريق الجلوكوز ابتيك ترانسبورتر تو. هيدخل جوه البيتاسيل بانكرياس يتحرق ويطلع طاقة ATB الطاقة دي لها حاجة اسمها ATB since the potassium channel عندي على خلايا البانكرياس potassium channel قناة للبوتاسيام channel للبوتاسيام حساسة للATB حساسة لوجود الATB يعمل فيها ايه يقفلها فاكر في الفيسوريجي لما كنا بنقول الديبولاريزيشن هو ايه يفتح سوديامتشانل يقفل بوتاسيامتشانل الديبولاريزيشن هو زيادة بوزتف جوه الخلية لما هيقفل البيوتاسيامتشانل يعني هيقفل خروج البيوتاسيام يعني بوزتف بيزيد جوه الخلية يعني ديبولاريزيشن بوزتف هو يزيد ديبولاريزيشن يقوم يفتح كالسيامتشانل والكالسيام يخش يريليز الانسولين من الجاريانيولز اللي متحوشها جوه البيتاسيل بالإكسوس يبقى حصل الانسولين سيكريشن يبقى تعالى نقول كده بالراحة ايهي الميكانيزم من البانكرياس الكلوكوز اللي بيخش بوه الجسم بيخش على البيتاسيل أسفة بيدخل البيتاسيل بالكلوكوز يحصل له فوسفوريليشن بالكلوكوكاينيز انزيم يتحارق في الميتوكوندريا ويطلع عندي ATP طاقة الATB الكتير ده يروح فين يروح للATB sensitive أو ATP dependent sensitive أو dependent يعني بوتاسيام التشانل معتمدة على وجود الATB يحصل لها ايه؟ يحصل لها closure 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 يعني منع خروج البوتاسيام يعني بوزتف جوه كتير يعني debolarization يفتح voltage-gated calcium لأن البولتج يعنيها كهربية لا تتأثر بالدواء مش agonisticated voltage-gated يعني يتحكم بها الكهربية وفعلا debolarization أو البوزتف فتحها leading to calcium influx دخل الكالسيام which result in exozytosis خرج مين اللي خرج؟ الإنسولين السيببطايد والأميلين وده الكلام ده قلناه قبل كده الإنسولين والسيببطايد على هيئة البرو إنسولين ومعاهم الأميلين تعالى ناخد رسمة مبسطة وموضحة أكتر على الميكانيزم برضو اهو دي رسمة أخضح شوية شلنا كل الكلام اللي في النص هو الجلوكوز وانس إن انت كلت الجلوكوز في الدم حيزيد حيبتدي يجي على خلايا البيتا بتاعة البنكرياز تاخدوا الجلوكوز يحصلوا ميتابوليزم في الميتوكوندريا ويطلع ATB من الميتوكوندريا طاقة تروح على يقوم أفلها أفلها يعني البوزتف بدأ يزيد جوا لأن البوزتف مش عارف يخرج هذه البوزتف تفتح تدخل الكالسيان ويعمل اللي بيطلع مع عشان كده ما بنيجي نشخص الإنسولين قل ولا زاد ققيس الإنسولين في الدم في ناس بتقيس السيببتايد صح ما هو لو زاد السيببتايد يبقى الإنسولين كويس لو قل السيببتايد يقول ما عنديش إنسولين كتير دي هتاخدوها برضو في الباية إن شاء الله طيب أمه لإيه الرسمة دي خلي بالك بقى إن جزء من تفكير الناس قالك طالما إن الإنسولين بيخرج بقفلة الاتبسنس بوتاسيام تشانل طيب ما أنا ممكن أدي أدوية تقفل للبوتاسيام تشانل دي وبالتالي هيزيد البوزتف جوه هيخش الكالسيام وهيحصل إكسوتيز للإنسولين وده بيحصل فعلا في بعض الأدوية إن شاء الله اللي هنتكلم عنها في المحاضرات بتاعت الضيبتس الجاية هتعمل هذه الميكانازمة طيب كوزق من نطبير قولنا إيه هي الحاجات اللي بتتحكم في وجود الإنسولين في الدم رقم واحد الجلوكوز يا عم الأقل كل ما زودت الفود أيا كان الجلوكوز أهم موحد بصحيح بس الأمين وأسد والفتي أسد كمان لها دور يعني عارف أن أنظمة الكيتو اللي بيقول لك إيه طب ما أنا مش هاخد الجلوكوز بس هاخد فتي أسد مهجوز منها برضو هيتحول لجلوكوز وهيطلع الإنسولين وإلى الإنسان هيموت ما علينا يبقى الإنسولين بتاع الإنسولين بالفود إنتيج كل ما زاد الفود إنتيج بس ذات الجلوكوز لكن برضو الأمين وأسد والفتي أسد لهارول هيزيد الإنسولين سكريشن الجي آي تي هرموز دي برضو حتة جميلة جدا 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 وجدوا أني في جي آي تي هرموز اسمهم جلوكاجون لايك بيبتايد 1 بيطلعهم الإنتستن اللي هو الجي اللي بي وان ده أو الجلوكاجون لايك بيبتايد 1 وفي الجي آي بي اللي هو جلوكوز دي بيندنت إنسولينو ترويك بيبتايد أو بولي بيبتايد والكوليسيستوكاينين والجلوكاجون دول كلهم بيزودوا الإنسولين ريليز من البنكرياس طيب الجي اللي بيه والجي آي بي دول وجدوا أنها هرمونات بتطلع لوكال من الإنتستن تطلع الإنسولين من البنكرياس وده برضو هيخلينا نقول إن شاء الله في المحاضرات الجاية إن هم أفكروا يعملوا أدوية بهذه الطريقة إن أنا أعمل دواء أو جي آي بي أهو لمح إنه في الجسم يطلع الإنسولين من البنكرياس طيب وبعض الهرمونز زي الجلوكاجون والجروس هرمون بيزودوا الإنسولين بريليز السوماتوستاتن ده اللي بنزميه اليونيفيرسال انهابته لهرمون انهابت كل الهرمونز أو معظم الهرمونز الموجودة في الجسم والبروستاجلاندين بيقلل الإنسولين الحاجات دي تجي طبعا فيها حاجات زي ما قلناها قبل كده المسكارينيك ريسيبتور هيزودوا الإنسولين سيكريشن الألفاتو ريسيبتور هيقلل الإنسولين سيكريشن بس خلي بالجا يطلعب قوي قوي في الحتة دي في الإنسولين سيكريشن ألفاتو سيكريشن ولا انهابشن لأ الألفاتو ده بريسنابتك وقلنا الإنسولين بيقاته معظم الحاجات بتأدي إلى طيب. من الحاجات التانية اللي بتأثر على الانسولين. هتزود ولا هتقلل الانسولين. ما فيش جلوكوز. يبقى ما فيش انسولين. الجلوكوز هو اللي بيزود الانسولين. يعني الانسان اللي في مجاعة آآ في صايم او في مجاعة بيقل عنده خالص الانسولين عشان وبعد الدرجس قلنا بس تفيد ايه من الحتة دي? انت يا عم ويعرف ان العيان بياخد دوة بيقلل الانسولين هتزود له العلاق شوية. خلاص? طب بياخد دوة بيزود الانسولين هيبقى حقلل له العلاق شوية. ايه هي المكانزم وفاقش governor? اذا ادي عرفت الانسولين اللي طالع من الجسم بيطلعت زي? طب اللي هتديه من برا. ما خلاص ده مش طالع من الجسم اللي هتديه من برا- هيروح على ريسيبتور ويشتغل على طول. طب اللي ده اللي جاي من جوه اللي طالع من جسمي هيروح على ريسيبتور ويشتغل socket. طب الانسولين ريسيبتور بتتكون من ايه؟ تعال نشوف الرسمة الاول بعدين نرجع نتكلم على الكلام العلمي اهو بص هي بتعباره عن اتنين الفا سابيونت ادي اتنين اهي ادي واحد ادي اتنين واتنين بيتا سابيونت اهو التانية البيتا سابيونت اهو بصوا شوف وصف الالفة جزء منها برا الممبرين وجزء التاني جوه الممبرين طب والبيتا برضو جزء منها جوه الممبرين والتاني داخل لجوه الخالية اهو ده البيتا ومسكة جزء الانسولين بيمسك فيه البكت على الالفة سابيونت اهو بص اهو الاتنين الفة ودول الاتنين بيتا جزء منهم جوه الخالية وجزء بره الخالية ده البيتا أهو وجزء ألفا فيه منهم جزء جوه الخالية وجزء في التفلسيل ممبرين وبيمسك فيهم الإنسولين ده جزء الإنسولين لما بيمسك الإنسولين اللي بيحصله لو نفتكر من الجنرال كده في S1 أني عندي الريسبتور إذا بتاعت الإنسولين بنسميها تيروزين كاينيز لينكد ريسبتور ماسك في بروتين اسمه تيروزين اهو تيروزين كاينيز تيروزين اهو لازق في البيتا سابيونت جوه أول ما بيمسك الإنسولين فيه الريسبتور من بره بيحصل هزة في الريسبتور كده بنسميها تغير مش هو الطبيعي اللي قاعد من غير الإنسولين فهذه التحسس التيروزين اللي ماسك فيه من جوه أني حصل خشي عم فوسفوريليت يعني دي فوسفيت جروب لكل الحاجات اللي جوه الخلية سواء كانت في النيوكلياس او في السيتوبلازم عشان تعمل للاكشن بتاع الإنسولين يعمل لها او انهيبشن زي ما هقولك بالصدق يعني في بعض الانزايمز بيحصل لها جوه الخلية وفي بعض الانزايمز بيحصل لها انهيبشن جوه الخلية بتاع التيروزين ينتج عنه او انسولين جوه الخلية اللي بعضها لبعض الانزايمز وبعضها انهيبشن لبعض الانزايمز طيب الكلام ده هيبن ما تقلقش او ما تقلقيش يعني هادي الانسولين وادي الالفا والبيتاسابيوريت وبيمسك الانسولين يقوم يحصل المقوم التيروزين لينكد اه احنا بنزميها تيروزين لينكد ريسبتور ده بقى يحس التيروزين يقوم عامل اكتيفيشن ويحصل يعمل او انهيبشن لبعض الانزايمز اهو بصوا 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 بقى هيعمل ايه بروتين سينسز استيميوريشن عشان كده بنسمي الانسولين اناوليك هرمون بنائي ايه استيميوليت ان يوكلياس انها صنعلي دي ان ايه وهنقول حاجات لايه اكتيفيشن انهيبشن لبعض الانزايمز يبقى اكتيفيشن انهيبشن لبعض الانزايمز ده ناتج عن اكتيفيشن للريسبتور واكتيفيشن للتيروزين لكن عادي ممكن الاكتيفيشن يعمل انهيبشن على انزايمز عشان اعمل الاكشن بتاع الدواء طيب دي رسمة تانية برضو مفصلة بتوضحني الافكت اوف انسولين على اه 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 جلوكوز ابتيك اه طيب احنا قلنا الانسولين اول اكشن له واهم اكشن له يرد الجميل للجلوكوز مش انت عم دخل خرقتيني من الخلايا انا كمان هدخلك جوه الخلايا عشان تغزي الخلايا احنا عارفين ان قلنا ان الجلوكوز بيدخل الانسولين بجلوكوز ابتيك ترانسبورتر تو الموجودة في البيتا سل يقوم الانسولين لما يمسك في الرسибتور بتاعه ويحصل السيموليشن للتيروزين اللي ماسك جوه في البيتا ساب يونت. ويعمل فوسفوريليشن 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 واكتيفاشن. جزء منها بيصنع حاجات في يعنيicks زى ما قلنا هنا اهاي بيصنع حاجات في ال��ين ايه ايه هي الحاجات اللي بيصنعها دي? واحدة منهم جلوكوز ابتيك رانسبورتر. من اسمه ياخد الجلوكوز جلوكوز ابتيك ترانسبورتر يقوم بدخل الجولوكوز من برأ الخالية الجوه الخالية. اسمه ايه بقى? اسمه جولوكوز ابتك ترانسبورتر فور. ما einsatz exist في حتة دي. عايزك تبقى فاهم حاقتين. عندي جولوكوز ابتك ترانسبورتر تو ده موجود على البيتاسيلوف بنكرياس. ده فياخدو الجولوكوز يدخلو جوه الخالية عشان يضحرق ويطلع الانسولين. موجود فين في البيتاسيلوف بنكرياس. طب مال جولوكوز ابتكون يطلع termoport four ده بقى ايه? ده هو اللي ميديات الأكشن بتاع الإنسولين على الإنسولين ريسبونسف تيشو الإنسولين ريسبتور موجودة في معظم التيشوز اللي في الجسم لكن الإنسولين بتاعها في ثلاثة تيشوز بس الليفر والمصل والأديبوس تيشو عشان كده بنسميها إنسولين ريسبونسف سيلز أو إنسولين ريسبونسف تيشو فهذه السيلز هو الإنسولين لما بيمسك على الريسبتور بتاعه عليها يقوم اكتيفيت بديه إنه يوكيس إنها تصنع بروتين اسمه ترميه على السلمنبرين عشان يدخل الجلوكوز جوه الخلية ويستخدمه كأنه بيرد الجميل للجلوكوز اللي طلعه تعالوا نبصوا بقى على الكلام المكتوب ده ماشي كل الكلام ده ماشي ماشي تسريتيت الفوسفوريليشن للتيروزين الموجود ايوة في بروتينات جوه الخلية جين اكسبريشن عشان يطلع لي بروتين منها الكلوكوز اوبتيك ترانسبورتر اهو وترانسلوكيتد كمان على السلمنبرين فين بقى في الانسولين رسبونسوف تيشو اللي هو الأديبوز تيشو والسكليتا اللي نصلوا معيهم الليفر طيب بيحصل ايه بعد خلاص ما هو عمل الأكشن بتاعه هزا الجزيء المشترك من الانسولين مع الريسبتور بيخش جوه الخلية هو كده ربنا خلقه كده بعد ما يعمل الأكشن بتاعه ويقوم داخل جوه الخلية عشان ايه؟ عشان يتكسر الانسولين ويبتدي الريسبتور يتزبط جوه الخلية في الجولشي سيستم ويتزبط بالحاجات الجوه الخلية ويطلع نضيف تاني على السطح عشان يقدر يمسك في انسولين تاني هو ده كده دورة حياته اهيه انه بعد ما يخلص بيحصل له انتراليزيشن انسايد زا سيل ار ديج ريدت يتكسر انسامه في زم ريسايكل بعضها بيتكسر تماما وبعضها بيتنظف ويتزبط ويرجع تاني انسورتت في البلازمة منبرين مرة تانية طيب عايز اقول حاجة احنلسا قلين هنا في بعض الانزايم زا ستيموليتد وبعض الانزايم انهبيتد اهو ايه بقى هو الانزايم اللي هاتستيموليتد هو انزايم انهبيتد ركز معيا وانت مغمد عينك وفي البيو اي حاجة هتأخدها همشي زي ما بقولنا ان شاء الله كل ما له علاقة بزيادة الجولوكوز في الدم اي انزيم له علاقة بزيادة الجولوكوز في الدم الانسولين هيعمل فيه ايه هأ اسمع صح هيقلله لأن الإنسولين دورو إنه يقلل الجلوكوز في الدم فأي إنزيم له علاقة بزيادة الجلوكوز في الدم الإنسولين هيقلله أو هيعمله إنهيبشا طب والعكس أي إنزيم له علاقة بتكريز الجلوكوز الليبل في الدم الإنسولين هيعمله فيه إيه؟ هيعمله ستيميوليشن إكسلنت وبردو هيبان من كلامنا بعد كده حدة مهمة عايزة أسمعها أو عايزة إن شاء الله نفهمها ايه علاقة? والريسيبتور ننبر. ايه ايه تاني كده? علاقة الانسولين البي ايه موجود من الانسولين? بالريسيبتور ننبر. كل ما زاد. الانسولين هيقل الريسيبتور ننبر. اه صح. لان الانسولين بيطلع يمسك في الريسيبتور وبعد كده بيحصل يوم يدخل جوه الخلية. اللي كنا بنسميه يعني زيادة الانسولين عن الطبيعي يؤدي الى الريسيبتور هيخش جوه الخلية وبالتالي الانسولين الكتير الموجود ده مش هيلاقي ريسيبتور يشتغل عليها. صح? وبالتالي هيقل الريسيبتور للانسولين ايه منا قلتك لو طلع زيادة عن الطبيعي. لو طلع بالطبيعي اصلا اساسا انت عرفت وعرفت من الجنرال اللي عندي ريسيبتور على كل الخلايا. يعني مثلا ساي بالرقم كده لو انا عندي عشرين ريسيبتور للانسولين عشرة منهم المفروض في الطبيعي في الانسان الطبيعي اللي مش بياكل كتير وما عندوش انسولين كتير طالع عشان فيه جولوكوز كتير. خلاص هو منازبينه وشغالين حتى لو حصلهم بعد الاكشن في عشرة تانيين هيشتغلوا. لكن لو الانسولين كتير لان الانسان ده مسلا بياكل كتير او عنده جولوكوز كتير. ايه اللي هيحصل? الانسولين عمال شغال. ده ده مسك كل ريسيبتور شغال بيها. يشتغل ويعمل اكشن وخش كل خليه عشان يتنظف ويزبط. فممكن يجي مرحلة اني عندي انسولين كتير برة ومش لاقي ريسيبتور يشتغل عليه. اللي بنسميها ده بايحصل مع زيادة الايه? الانسولين. وتي بنسميها ايه بقى? تسمع كده بقى ايرا دلوقتي يفتح فيديوهات النت كلها مقاومة الانسولين مقاومة الانسولين يعني مفيش دلوقتي حد ما بيسمعش الجملة دي على فيديوهات اليوتيوبرز والستيريمرز والحاجات اللي على النت دي. ما علينا ما علينا. يبقى ايه بقى هي او مقاومة الانسولين هي ان انا عندي انسولين كتير برة مش عارف يشتغل لاني الريسيبتور زي دخلت جوة الخلية. طيب. ودكريز الانسولين كونسنتريشن. هيزود الرسيبتور برة ما خلص بقى انا كده بيريجين تاني الوضع الطبيعي. ان الانسولين قلت ومن الرسيبتور تثبت وتخرج آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآتها وترجع. ده بيحصل فين في الابيز? بالعيان التخين? اللي الويت بتاعه عالي? ايه اللي بيحصل فين? لانه اوفر ايتينك بيأكل كتير فبالتالي عنده هايبرجليسيميا. هي العلاقة بدخوله جوه الخلية وتكسير جزء او تنظيف جزء ويرجع تاني. فبالتالي في مرحلة ممكن تبقى فيه كمية كبيرة من رسلطة جوه الخلية وفيه انسولين برا مش عارف يشتغل. ده اللي بنسميه بقى مقاومة الانسولين او الانسولين رزيستنس وده جاي من طب احل لها ازاي? اول واهم محل انك تقلل الاكل. يا اما تدينه وكميات صغيرة يا اما حتدينه التلات واجبات بتوعه بس بكميات صغيرة. ايه اللي هيحصل لما بيقلل الاكل? الهايبر بلايسيميا حتقل الجوليكوز اللي دخل جوه الجسم حيقل. هينتوا عنده الانسولين سيكريشن حيقل. وبالتالي هيدي فرصة ان الريسيكتور ليتزبط ويخرج تاني يمسك الانسولين الجديد ويخش به. يبقى حيزود النمبر وحيزود السلستيفتي بتاعت الايه? الانسولين والنمبر بتاعت الانسولين. ده شكل كده بيوضح لك الفرق ما بين تايوان. شوفوا يا كاد يكون خاص اصبح وصل لمرحلة العدم. هيجي يمسك في مش قادر اصلا يعمل حاجة ولا اكشن ولا بتاعه ولا يعني بيدخل جوليكوز خالص. ده بقى بص عنده انسولين كتير يا عمه ايوة بس كمان عنده اصفة انسولين كتير اهو يا عمه بس في نفس الوقت عنده جوليكوز كتير برا مش ملاحق يشتغل. فعمال يدخل جوه الخلية ويتكسر وما يقدرش يطلع تاني وها كزا فعنده مشكلة. طيب. ايه الاكشن بتاع الانسولين. سواء كان اللي جوه الجسم او اللي انت مديه من برا. وهو انا بتديه عشان اعوض الاكشن بتاعت جوه اللي مش بتتعامل. في اكشن مهم قوي اللي هو رابط اول ما بيتاخد بيحصل. طيب ليه بقى? او انا مش لسه ايلانة. ان في حاجات هو لما بيتاخد وبتدي يعمل استيميليشن الانزيم وستيميليشن الجينز وانهيبشن ببعض الانزيم. وبيصنع جوليكوز ابتكترنسبورتر ويدخلوا على الفطح. ففي عشان كده اكشن سريعة ما بتحتاجش وقت. وفي اكشن بتحتاج تصنيع بروتينات. فبالتالي بتاخد وقت. من اسرع الاكشنز اللي بتتم ودي مهمة جدا. ايه هي الرابط اكشن ليه? الانسولين. اول حاجة خالص انه يدخل الجوليكوز على طول. بالجوليكوز ابتكترنسبورتر ها? اسمع? فور صح? لان اتنين الجوليكوز هو اللي مشتغل عيه عشان يطلع الانسولين. لكن اربعة الانسولين هو الاستيموريت تصنيعه من الخلية عشان يحطه على سطح. طب ما انت لسه قيلالي ان دي لها حاجة علاقة بالجين وبروتين يبقى المفروض ده دي رحمة من ربنا. ان انا قريدي لازم يكون عندي في الخلية جوليكوز ابتكترنسبورتر فور بس انسولين بس هو بيشبكه على سطح. ويزود تصنيع الجديد بقى. لاني طبعا ما عنديش لحظة وقدرش اتحكم في الجوليكوز في الدم. يبقى اول حاجة من الرابط اكشن هي زيادة الجوليكوز ابتكترنسبورتر فور مسكتو في الس الممبرين عشان يزود الابتكتو. الجوليكوز يبقى ده رابط. يبقى وانس العيان لو عنده هايبر جليسيميا. وانا اديته حقنة انسولين يبقى ممكن يعملني يدخل الجوليكوز اتوانس الخلية فعلا. رقم اتنين انهانس الابتكتو في بوتاسيام اند كالسيام اند الفوسفيد دي مهم اوي. يبقى بيدخلي اربع حاجات اهو بسرعة للخلية. جوليكوز رقم واحد بوتاسيام وكالسيام وفوسفيد. عشان كده لاحظ ان انا همهاجي بعد كده اقول الحاجات اللي انا ممكن استخدمها في علاج الانسولين هي الهايبر كاليميا. العيان اللي عنده هايبر كاليميا ممكن اتدي له حقنة انسولين لانه بيدخل البوتاسيام جوه الخلية. طيب. ده بالنسبة للرابط افكت. امال ايه الدليل افكت. احنا قلنا لو تفتكر في التعريف كده ارجع معي شوية للتعريف بتاع ضيبيت سميليتس كورونيك ميتابوليك ديس اوطر. ميتابوليك يعني بيأثر على الميتابوليزم. بيأثر على الميتابوليزم. سواء كانت الكربوهايدريت ميتابوليزم او البروتين او الفات ميتابوليزم. او البروتين او الفات ميتابوليزم. طيب. خلينا نقول. بالعمياني كده بقى وانت مغمض اي حاجة لها علاقة بتصنيع الجلوكوز حتينهبتت. واي حاجة لها علاقة بتخزين الجلوكوز حتستيموليتت. بمعنى. فكر هي ايه ده? هي تصنيع الجلوكوز من مصادر غير جلوكوزية. يعني تصنيعه من فاته اسد او امينو اسد. اآ يعني هصنع الجلوكوز. تفتكر انهبتت اوو انهبتت طبعا. عشان اي حاجة هتزالت دودة الجلوكوز في الدم انا عميلا لانهباشة. طب تصنيع من الجلوكوز طيب ثانية كده ما فكر هو أنا لما صنع من الجلوكوز يبقى قللت الجلوكوز في الدم آه هو هيستمولات او الجلوكوز صح اي حاجة طول ما انت ماشي لها علاقة بجريز الجلوكوز في الدم هيشتغل عليها واي حاجة هتزود الجلوكوز في الدم هيعمل لها انهيبشن طيب بالنسبة للأكشن على البروتين هو انابوليك بياخد الامينو اسد يعمل بها بروتين امينو اسد انابوليك يعني يبني بروتين طب ليه عشان مش عايزها تتخذ في الجلوكو فمش عايزها تصنع جلوكوز لأ ده انا صنع بروتين احسن عشان كده مش عايز تكسير انا مش عايز امينو اسد عشان تصنعلي جلوكوز يبقى اسود تصنيع البروتين واقلل تكسيره وامنع الجلوكو نيو جينيس استخدام الامينو اسد في انها تصنع جلوكوز على الفات نفس القصة بالزبط اي حاجة فيها تطليع جلوكوز هيمنعها هنا بقى في حتة جميلة جدا امههم قوي 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 في الاجشن بتاعوا على الفات انا عندي اتنين تلعب في الحتة دي زيب الاملس林كيو لعب جميل عندي اتنين واحد فيه السيرام SERAMA LI zittenبقى LA SIN carbohydrate واحد67v605e ده. تبいただ انا كم اقول لك الأكشن بتاع كل واحد لأني للأسف. الانسولين هيستيميوليت واحد من اللايبوبروتين ليبيز سده وهيينهيبط واحد من اللايبوبروتينبز. نحن مش ماشن نحفظ. نحن نعаться نفهمت. تفتكر هو هيستيميوليت اني واحد ولا انهيبط اني واحد. طب تعال اقول لك عالكشن وانت تقول لي وميها يعمل ايه فيهم. Ah tishu ليبو بروتين لايبيز اللي هو الانتراسيلور ده الانتراسيلور اللي هو تيشو ليبو بروتين لايبيز ده بيعمل ايه بيكسر الترايجليسرايد لحكتين جليسرول وثري فاتي اسد الجليسرول هيعمل جلوكو نيوجينيسز يعني ايه يعني جلوكوز هتستخدمه هتتصدمه الخلايا انها تطلع طاقة تصنع جلوكوز والفري فاتي اسد هتستخدمها الخلايا انها تطلع حاجة اسمها كيتون بودز تعال كده يا عم لحظة انت قلتلي ان التيشو لايبو بروتين لايبيز او الانتراسيلور لايبو بروتين لايبيز ده هيديني جليسرول يقوم يصنع جلوكو نيوجينيسز اه يعني هيصنع جلوكوز يبقى اكيد ده هيحصل له ايه بالانسولين ان هيبشن عشرة العشرة اهو يبقى تيشو او الانتراسيلور لايبو بروتين لايبيز او اللي بنسميه تريجليسرول لايبيز ده يكسر التريجليسرول وفري فاتي اسد جليسرول هتصنع جلوكوز بيقول لكم نيوجينيسز يبقى الانسولين هيقول له اسف انهيبشن طب ما السيرم او البلازمة او اللي موجود في البلد لايبو بروتين لايبيز ده بيكسر الدهون ينظف الدم من التريجليسرول ويدخلوا جوه الليفر يبقى هيحصل له ستيميوليشن ستيميوليشن طالما يا عم ما بيصنعشو غلوكوز لا بيكسر التريجليسرول يتخذ بالليبر ده ستيميوليتت بالانسولين ايبقى عرفنا ليه هو انهيبت الامتراسيلور او التيشو لايبو بروتين لايبيز والستيميوليت السيرم لايبو بروتين لايبيز طب تعالى يا عم بقى على التيشو لايبو بروتين لايبيز اللي هو انهيبتت بالانسولين المفروض انه الطبيعي انه لو شغال بكفاءة عالية هيطلع جلسرول يستخدم في الجولوكوز ويطلع لي جولوكوز وهيطلع فاتي قصة بتعملي حاجة اسمها كيتون بودز عشان كده نورمالي الانسولين هو موجود ما بيسمحش ان ده يحصل طب في عدم موجود الانسولين يحصل يقوم الجولوكوز يعلى في الدم بهذا السبب ويقوم الكيتون بودز اللي هي الاكسام الكيتونية تعلى في الدم لهذا السبب سو انسولين از انتي كيتوتك صح لان وجوده بيعمل انهيبشن للانزيم اللي بيطلع الفريفاتي اسد اللي بتعمل الكيتون بودز يبقى انتو انتي كيتوتك وبالتالي عدم موجود الانسولين هيزود الكيتون بودز ايه هي الكيتون بودز دي لها الاسيتون والاسيتو اسيتك اسد والبيتاهيدروكسي بيوتيريك اسد ما نيجي نقول علاج الغيبوبة الكيتونية سمعتوها اكيد مرض السكر ده من الامراض المنتشرة جدا واحد عنده غيبوبة سكر غيبوبة سكر ممكن تكون نقص السكر وممكن تكون الزيادة الزيادة بقى بتبقى فيها كيتون بودز دي ده في الغالي بيحصل في طايب وان لو رجعنا الجدول الاولاني او في الفصلوش لما خدت الفرق بيه طايب وان وطايب تو اني طايب وان بيحصل فيه هيبر كيتوتك كوما لهذا السبب لان وجود الانسولين ولو بنسبة ضئيلة بيمنع حدوث او تكوين الكيتون بودز يمنع تكوين الكيتون بودز وبالتالي طايب وان اللي ما عندوش انسولين معرض انه يحصل فيه كيتون كيتو اسيدوزوس كيتو اسيدوزوس طايب طايب ايه هي السورسز بتاعت الانسولين انا عندي في انزاباست زمان كانوا بيجبوها من الانيمال سواء كان بوفاين او بروكاين كان بيجبوها من خنزير او بورك بروكاين دي من الخنزير او من البقر دلوقتي ما عندش موجود خالص مفيش حاجة اسمها انيمال انسولين خالص وفي نوع تاني حاجة اسمها هيومانايزد انسولين عشان لو سمعتها بس او حدك قالك ده هيومانايزد يعني هيومانايزد كان بياخدوا الجزء بتاع الانيمال ويلعبوا فيه شوية ما هو شايف انا ايلك ان الفرق في الامينوسد قليل فكانوا بيعملوا التعديل دي ويحولوا لهيوماند ده كله كمان خلاص ما عادش بيحصل لانه برضو ما زال البروتين بتاعه بيبقى انتيجينك شوية انتيجينك يعني يطلع انتيبوتس طيب ايه بقى ال ايرق الجديد او ده اللي بيستخدم على طول دوقتي الريكمبنانت انسولين يعني ايه عطلع انسولين بالريكمبنانت عارفين بياخدوا جزء من الدي ان ايه ويركبوه في خلايا خميرة او خطوها في مايكروف حاجات تانية. ويركبوه في خلايا خميرة او في خلايا اه اي مايكرو أرجانزم ويتقاصر بسرعة وياخدوا الحاجة دي. الدي ان ايه ده? وينظفوه ويعملوا منه الهرمون اللي هم عايزينه. ففي حاجة بقى هنا مهمة قوي. في حاجة اسمها اه هيومان انسولين او انسولين انالوج. يعني اطلع حاجة من الاتنين هيومان انسولين او هيومان انالوج ايه الفرق? لو انا خدت الهيومان انسولين لو انا خدت جزئ انسولين من جسمي. وحطيته في خلاية الخميرة او الخلية المايكرو اورجانزم اللي هتتقاصر. واتطلع لي دي ان ايه? للهيومان اللي هو الهورمون بتاعي فده هيومان انسولين. اطلع هيومان انسولين. انا حقنا في الجين او حط في الجين بتاع المايكرو اورجانزم هيومان انسولين? طب هم مالقيه الانسولين الانالوج? هو انسولين متعدل في حاجات صغيرة. خلينا نتفع على نصطرح الانالوج ده. هتسمع انالوج ده في حاجات كتير قوي وانس انك سمعتها افهم انه عبارة عن ايه عبارة عن جزء المادة انه بيتكلم عليها ويقول انالوج بتاعها انا خدته عملت فيه تعديلات بسيطة جدا بحيث يفضل الاكشن بتاعها زي ما هو يفضل مسكتها في الرسبتور زي ما هي يفضل الانتجينيسيتي بتاعتها زيرو ولكن اغير في الكينيتيج بروبراتيز الابزورشن او الديستريبيوشن او الميتابوليزم بتاعها ولحد قصة الانسولين انالوجس هنتهي ان شاء الله المحاضرة الاولانية من الديبيتس وباذن الله تعالى هنبتدي نتكلم عن المحاضرة التانية هنكمل فيها بقية الانسولين بانواعه واستخداماته والأدفرس افكتس بتاعته وحنبدأ ان شاء الله في الحديث عن ادوية طايب 2 اتمنى ان تكون المحاضرة كانت كويسة ودي الرفرنس اللي احنا لو عايزين نزود شوية المعلومات بتاعتنا ممكن نستخدمها واحنا تحت امروكو كاستافل كلنا في اي لحظة في فرماكولوجي واي سؤال تحت امروكو ان شاء الله يا ربي بالتوفيق وبالنجاح كنت سعيدة جدا ان انا كنت معاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة